بعد شهور من المحاولات التي لم تصفر عن أي تقدم في أي من الملفات الشائكة يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أداء مهامه وصلاحياته حتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب في العشرين كانون الثاني الفين وخمسة وعشرين وذلك فيما يعرف بفترة البطة العرجاء في الولايات المتحدة وفيما صار تلك المحاولات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الإدارة الحالية ستواصل العمل من أجل التواصل لوقف إطلاق النار في قطع غزة وإنهاء الحرب في لبنان وستستمر بالعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطع المحاصر بيان الخارجية أوضح أن الوزير أنتوني بلينكين أجرى اتصالات منفصلة مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والصعودية والإمارات ركزوا خلالها على ضرورة وقف الحرب في لبنان وغزة والجهود المبثولة لإنهاء الحربين في أقرب وقت ممكن وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الوزير لويد أوستن أجرى أول اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس منذ توليه منصبه حيث أجدد أوستن وفق بيان صادر عن البنتاجون التأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ويرى محللون أن إدارة بايدن ستركز على الأهداف القابلة للتحقيق بدلا من السعي لتحقيق اختراقات كبرى نظرا لتعقيد القضايا الإقليمية والإطار الزمني المحدود مشيرين إلى أن جهود الإدارة الديمقراطية الحالية لن تتعدى جهود تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحروب مثل غزة وجنوب لبنان